نواصل حل تمارين حل تمارين يكسب مدرسي ونحن الآن مع التمارين رقم 48 48 في الحقيقة في واحد ملاحظة أولا P هو قطع مكافئ نحن نعلق على حاجة P هو قطع مكافئ وعلى سماه P في الفرنسية كلمة قطع مكافئ تبدأ بحرف P نسمي C1 صورة P بالانسحاب هذا وC2 صورة هذا بالانسحاب هذا كما هو موضح في الشكل عين الدلتين F و G الممثليتين بالمنحنيين C1 و C2 سؤال جميل ومهم ويستحسن كل تلميذ إذا هنا يا 48 ما هو عنوان الدرس الحقيقة 48 عنده عنوان في الدروس رسم بيان انطلاقا من بيان لاحظ العلاقة بين هذا الرسم وهذا الرسم لاحظ الشعاع هذا اللي يجي هنا هكث 2 نقص 1 ولاحظ العلاقة بين هذا وهذا اللي هو هكث اللي هو 2 صفر ذرع عنوان في الدروس إذا 48 فشوفوا الأسئلة تاعه مدلك بيان أصلي عندي خدمة في الحقيقة بسميتها رسم 14 بيان انطلاقا من البيان الأم الله أعلم في المجلة هذه رقم 33 صفحة 33 ولا في المجلة اللي بعدها ما نيش يعرف ها وره هذا هي ها وره ها وره هذه بحقها صفحة 33 ها وره إذن هنا عندي فيها خدمة عدنا فيها خدمة عدنا فيها خلاصة إذن ما هو هدف التمرين هو النظرية GX سوي FX نقص A زائد B CG هو صورة CF بالانسحاب الذي شعاعه A تعين دلتين P هو Y تسوي FX صورة بالانسحاب الأول ثم بالانسحاب الثاني P Y تسوي FX تسوي X مربع بيان دل قطع مكافئ بيان دل مربع فارابول C1 C1 وFX صورة P بالانسحاب الذي شعاعه 2A وثم نطبق النظرية هالي نطبق النظرية هالي ونلقى الدستور على البيان بنفس الطريقة عندي انسحاب آخر ونطبق الدستور ملاحظة في الحقيقة حابين يستعملوا علاقة شال شحاب يقول حاب يقول لك الانسحاب للبيان هذا بين هذا هذا علاقة شال علاقة شال شحاب يقول هو حاب يقول لك ما هي علاقة البيان الأول بالبيان الثاني وما هي علاقة البيان الثاني بالبيان الثالث وحنا تكلمنا منذ قليل على علاقة البيان الأول بالبيان الثالث مباشرة إذن كان أخدمه هنا يا هذاري نبدأ نفهم فيها بشوي ما هي علاقة البيان الثاني بالبيان الأول لاحظ شو على الانسحاب ها وره الانسحاب معناها كان عندي بيان أصلي انسحب هنا انسحب هنا بذا الشكل وما هي علاقة هذا بهذا هذا نزل إلى الأسفل بواحد نزل إلى الأسفل ولهذا لاحظ من هنا إلى هنا سيحوله اثنان سفر وهو هذا الشعاع ومن هنا إلى هنا سيحوله الشعاع سفر نقص واحد اللي هو هذا الشعاع إذن نعود ونرجع لصيغة السؤال منية ربعين فهم السؤال نصب الجواب شفوش رايحو سيدير في السؤال عين الدالتين آف وجي الممثلتين بسي واحد وسي اثنين وهو ش طالب بالأسفل شفوش قال لك آه لا 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 لازم نفهم السؤال هي نراها مقصودا مقصودا المنحنة الأول هو بي نرسم سي واحد بالبي وبعدها نرسم سي اثنين بالسي واحد آيوة هذه هي عندي المنحنة الأول عندي المنحنة الأول والمنحنة الثاني والمنحنة الثالث المنحنة الأول هو بي والمنحنة الثاني هو سي واحد والمنحنة الثالث هو سي ثلاث آه والمنحنة الثالث آه والمنحنة الثالث آه والمنحنة الثالث هو سي اثنين وش قال لك هو قال لك أرسم لي سي اثنين صورة بي بالانسحاب هذا صورة هذا بالانسحاب سوف نجيب الانسحاب هذا السحب على اليمين ثم C2 يهو البيان الثلاث صورة C1 بالانسحاب نقشي يهو الأسفل هذه هي كانت مقصودة الأشعة هذه إذن ولهذا وش قلتنا يا قلت عندي P وعندي C1 وعندي C2 من هذا إلى هذا أحركه بشعاع الأول ومن هذا إلى هذا أحركه بشعاع الثاني الشعاع الأول هو إثنان سفر هو السحب على اليمين الحقيقة راح كين معلم ونعدكم في رأسكم هذا الشكل وعدكم الدال للأم هي هنا يا وكين عدكم خمسة تحويلات السحب على اليمين السحب على اليسار السحب للأعلى السحب للأسفل وعلى قتشال السحب بجنب على قتشال نعود كين خمسة بيانات كين سحب على اليمين سحب على اليسار سحب على الأعلى سحب على الأسفل وعلى قتشال من هذا البيان إلى هذا البيان سحبناه إلى اليسار ومن هذا البيان إلى هذا البيان سحبناه إلى الأسفل من هذا البيان إلى هذا البيان سحبناه إلى اليسار ومن هذا البيان إلى هذا البيان سحبناه إلى الأسفل قادرين مباشرة تمرين أطلب هذا التسلسل كنا قادرين مباشرة نستعمل العلاقة هذه هذا ما أردت قوله في هذا التمرين